دينا وتنطلق الآن الجياد وانطلقت الآن الجياد في شوطه الرابع على جائزة عبدالله بن حسين بن جريس يرحمه الله من أهالي العمارية وحد رواد الذين دخل غياض مع الملك عبدالعزي طيب الله وثرها هذا الشوط لجياد وفرس المستورد عمر الأربع سنوات فاكتر شوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة الألفين متر قيمة الجائزة اثنان وخمسون ألف ريال وصدر في هذه الأثناء لأن القبس في المركز الأول المركز الثاني متابع أيضا من بقية الجياد في هذا الشوط على مدد ديم عزنا من الداخل وأيضا رداس رداس يتابع ووفرة تتصدر من الخارج متابع من رداس من الداخل وأيضا موجب يتقدم في هذه اللحظات ووفرة أيضا بخيال إيفان دراتي محاولة الحصول على مركز متقدم من الخارج وسط تقدم على القبس وأيضا رداس في هذه الأثناء وملاحقة بقية الجياد في هذا الشوط إذن ووفرة متصدر الآن في المركز الأول متابعة من شبل بندر الآن يتقدم شبل بندر في هذه اللحظات على ووفرة وكما تلاحظون شبل بندر يتصدر في المركز الأول والمنعطة في الأخير باتجاه خط نهاية تقترب منها الجياد المستوردة في الشوط الرابع وصدر لشبل بندر في المركز الأول متقدم لأبقية سبيستيام مدريد ما شاء الله يتقدم شبل بندر ويتصدر في المركز الأول وهو من الجياد التي لم ترشح وطبعا ما شاء الله دم الجواد لا يحتاج إلى أي إشادة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتقدم هذا الجواد ويتصدر وينفرد بالصدارة ويصل إلى خط النهاية معلنا فوزه بالمركز الأول في الشوط الرابع لأسطب النزار أنور أبو الجدائل